الكثير من القلق والتساؤلات إزاء الحالة الصحية المتدهورة للزعيم السابق نيلسون مندلا ابنة الزعيم أشارت إلى أن حالة والدها الصحية تتدهور لكنه ما زال يستجيب لصوت ولمسات أطفالها أشعر بالامتنان تجاه تضامن الذي نطلقه من الجميع الرسائل على هواتفنا والورود والصلوات هنا كل هذا يعطينا القوة على الاستمرار ويمنحنا الطاقة الإيجابية للخروج من هذه المحنة يشار إلى أن المشفى الذي يقيم فيه مندلا كان قد تحول إلى ما يشبه المزار لكل محبيه الذين قاموا بوضع بقاط الزهور والعديد من البطاقات المكتوبة بخط اليد على جدران خارجية للمشفى كما تجمع العشارات أمام المشفى للتعبير عن تضامنهم مع أسرة الزعيم ترجمة نانسي قنقر